معي برضو الوقتي عبر زوم واحد من الأسماء الكبيرة جداً اللي مرت على منتخب البرتغال أرماندو تكسيرا الشهير طبعاً بيه بتيت واحد من الأسماء العظيمة مع بين فيكا وكولون الألماني يا فندم مشرفني ومناورني على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر أنا مبسوط جداً بالدعوة كريم إن أنا أكون معاكو إن أنا أكون على قناة مصرية دي مش حاجة سهلة بالنسبة لي أنا ممكن أكون متوتر شوية ولكن على الحقيقة إن أنا مبسوط جداً إن أنا أكون معاكو وطبعاً ده شعرف لي إن أكون معاك يا كريم أنت بالذات أنا متابعك لإن أنا بشوفك بتجيب نجوم من البرتغال كتير وبالطبع يعني وده شغلي إن أنا تابع الإعلام إذا كانت في مصر أو في غير مصر فأنا مبسوط جداً إن أنا معاك النهاردة يا فندي بحقيقة إحنا لنتشرف جداً أنت راجل ولاعب عظيم جداً جميل مصرية تعشقك وتحبك وياما تبعتك في كل البطولات وسؤالي الأول لك هل تتابع كأس الأمم الأفريقية؟ هل تبعت مبارياتها الماضية؟ الحقيقة أنا كنت في أجازة فكنت دائماً موفر وقتي لعيلتي أكتر من الشغل ولكن طبعاً أنا تبعت معظم المباريات ولكن مش جميع المباريات لغاية الفاينال أنا متابع حاجات بسيطة فطبعاً إن لما لو حد بياخد أجازة أنت أكيد عارف إن دي بتبقى حاجة مهمة جداً إن برضو زي ما بتدي للشغل لازم تدي للأسرة يعني وقتك كويس جداً وفاينال طبعاً هتفرج عليه يعني إن الماضي الفاينال ده هيبقى حاجة مهمة جداً حتى لو عندي أي شغل أو عندي أي حاجة هتطر إن أنا أجلها لإن دي حاجة مهمة جداً أنا أتفرج عليها طيب أنا سؤالي لك عن روي فيتوريا الموديل الفني السابق لمنتخب مصر أدار منتخب مصر خلال هذه البطولة اسم كبير فيها البرتغال اسم كبير فيها المنطقة العربية ولكنه أخفق مع منتخب مصر في كأس الأمم في رأيك وتقييمك هل روي فيتوريا واحد من المدربين الكبار في البرتغال لماذا أخفق مع منتخب مصر؟ روي فيتوريا حد قوي جداً ولكن خلينا نكون متفقين أن الكرة هي حظوظ وليس أن أنا ممكن أقيم شخص بعينه وأنه هو كويس ولكن روي فيتوريا من أقوى الناس المدربين اللي ممكن تدرب اللعيبة مش هقول أنه هو مدرب أندية ومش هقارن هل هو مدرب أندية ولا مدرب منتخبات زي منتخب مصر ولكن روي فيتوريا من الشخصيات العنيدة والشخصيات القوية جداً معروفة في البرتغال وهو نجاح كتير جداً في أماكن أكتر من خارج القرى ولكن هو آخر مطشاطه مع المنتخب مصر هو ما كانش موفق وخلينا نكون متفقين أن ده بتبقى أكتر حظ وهي بتبقى أكتر من أن الإنسان بيحاول يظهر مدرسة معينة على لعيبة معينة باستراتيجية معينة ولكن طبعاً مش كل الاستراتيجيات وكل المدارس بتبقى كويسة وبتبقى صح مع جميع اللعيبة اللي موجودة في العالم كله جوزيجو ميز مدرب جديد لنادي أعزة مالك مدرب برتغالي جديد لنادي أعزة مالك في مصر رايق أيضاً في هذا المدرب جوزيجو ميز رائع جداً عنده مؤهلات تخليه أنه مش بس مدرب في أفريقيا أو مدرب في مصر طبعاً فريق زمالك أنا فكره كويس جداً لأن أنا فكر أيام ما كنت بلعب كرة لعبنا في مصر ولعبنا مع الأهلي ولكن لما كنا موجودين كنا بنسمع عن أجواء أقوى فريقين في مصر ولكن جوزيجو ميز هو من أحسن المدربين اللي هو ممكن يثبت نفسه في نادي الزمالك طبعاً أنا اتفرقت على الـ CV بتاع المدربين الصابقين في الزمالك ولكن أنا شايف أن أقوى وأحسن حد باستراتيجية مدربة برتغالية حد زيجو زيجو ميز موسيقى